لسا مكملين بحضراتكم ولسا فيه الأخبار اللي ان شاء الله تحصل النهاردة البطولات اللي بيكتبها رجال الشرطة في تاريخ الوطن مش بس بتكون في مواجهة المجرمين أو الإرهابين لكن كمان بتكون في الفداء والتضحية لإنقاذ الأرواح والنهاردة بنحتفي بنموذج من الأبطال اللي يضحوا بنفسهم لحماية أرواح كتير من المصريين وهو الشهيد اللواء ياسر عصر اللي ستشهد وهو بينقذ المواطنين في مترو الأنفاء من حريق في محطة مصرة خلينا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم على طول ملفوفا بعلم مصر ودع المئات من أهالي قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حالة من الحزن سادت بين أهالي القرية الذين أجمعوا أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الحسنة ويحظى باحترام الجميع اللواء ياسر عصر خريج دفعة 1989 بكلية الشرطة والذي كتب له أن يكون شهيدا يدافع عن حياة المدنيين دون تردد حين شاهد أدخينة تخرج من هواية محطة مترو مصرة بالخط الثاني لمترو الأنفاق ليتحرك لمحاولة إطفاء الحريق وإنقاذ ركاب المترو وظل ياسر عصر يحاول برفقته رجال الإطفاء بالمترو حتى تمكن من السيطرة على الحريق ولكنه فقد توازنه وسقط في قلب هواية المترو والسشهد في الحال فقبل سنوات وتحديدا عام 2016 نشب حريق بأحد الكطارات بمحطة سكك حديد مصر في وجوده أثناء عمله في محطة الضواحي وبزيه الرسمي انطلق ضابط الشرطة بدون تفكير إلى قلب الحريق وتمكن من إطفائه وإنقاذ المحطة من حريق كاد يلتهمها وخرج العميد ياسر عصر من قلب الكطار بعد الحريق بمعجزة ليتم تكريمه كمثال لرجل الشرطة وتدرج في المناصب ليصل إلى ردبة لواء ويتم تعيينه مرة أخرى بشرطة النقل ولكن هذه المرة في متر الأنفاق والذي كتب فصلا جديدا من فصول الفداء في قصة بطل حقيقي أنقذ أرواح مصريين من هول الحرائق فاستحق الشهادة في نهاية رحلته ركاف نكون هولي سكون ثقتي مزادا اشترك في القناة مزادا